بسم الله الرحمن الرحيم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا هذه الآية اختلف أهل التفسير في على أنها هل هي من كلام الجن أم من هي من إخبار الله لوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بما يعني إخبار للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من إخبار الجن أو من كلام الجن ونحن انتفقنا أنه هناك من فتح همزة أن ومن كسر الهمزة فمن قال على أنه الهمزة قال أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فجعلها كلها من وحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كسر الهمزة فهو من إخبار الجن والأمر هكذا على كل السورة ما عدا بعض الآيات التي ذكرنا الاستثناء المفسرين فيها قالوا أن منا المسلمون ومنا القاصطون قال الإمام القرط الطبري قال وهذا الكلام عن الجن الذين آمنوا عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أنه هؤلاء هم الذين آمنوا قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاصطون أي منا من أسلم بعد سماعه الآيات ومنا من كفر يعني بعد سماع ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أسلم فأولئك فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا الذي أسلم يعني نجا واختار الرشاد واختار طريق الخير وهذا يعني التفسير على العمو ثم الآن سنفصل في ذلك قال وأن منا المسلمون ومنا القاصطون قلنا أن السلف يعني قالوا أن في الجن نفس التفصيل الموجود في الإنس بين الأديان وبين الفراق وكل الدين له مذاهب وله فرق وتقسيمات كثيرة جدا وحتى أنه كتب السير يعني يذكر الذهبي في رواية أن رجل صرع في السوق فجاءه يعني كان أحد الصالحين أحد العلماء يمر في السوق فقالوا يعني اقرأ على هذا الرجل فلما قرأ عليه سمع صوتا من ذلك المريض يقول دعه فإنه يقول بخلق القرآن كأن المصروع كان معتزليا وكأن الجني من أهل السنة يعني فيقول له دعه دعني فيه فإنه من أهل القرآن فإني ما أزال فيه حتى يعني يرجع عن ذلك القول ولذلك يعني السلف ورد عنه أنهم قالوا منهم أهل الإسلام ومنهم النصارى ومنهم اليهود ومنهم البود ومنهم من يعبد الشيطان أيضا بينهم وكذلك حتى إذا أخذنا على الملل قال فيهم السنة والشيعة وغير ذلك من المسميات الموجودة فهم حالهم كحال الإنس على نفس التقسيمات الموجودة على الإنس فهم كلهم على هذا المعنى قال وأن منا المسلمون ومنا القاصطون المسلمون معروف أنه أراد بأهل الصلاح وأهل الخير والمنقادين إلى أمر الله سبحانه وتعالى ومنا القاصطون القاصطون على معنى منا الظالمون لأن القاصط هو اسم فاعل من قصطة بمعنى جارة وظلمة ولحظوا القصط والقسط والقسط كما يذكر ذلك أهل المثلث فيقولون القصط والقسط والقسط لحظوا القصط والقسط يعني إذا قلنا قصطة بمعنى ظلمة قصطة بمعنى ظلمة إذن كيف نفهم قول الله تعالى أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله إذن كيف نفهم هناك أنه جاءت أن الله يأمرنا أن نكون قوامين بالقسط وهنا قال القاصطون يعني وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة كيف نفهم هذا قالوا لأن القصط القصط هو الظلم والقصط هو العدل والقصط قال هو البخور اللي معروف نبات القصط الهندي أو القصط الهندي كما يسمونه فهنا قال الوحدي القاصط هو اسم فاعل من قصطة وبمعنى ظلم وجارة قال الزجاج ولما كان القصط على معنى النصيب على معنى النصيب قصطته أي أخذت قصطه أي أخذت حقه ونصيبه ولذلك جاء القاصطون على معنى من أقصطة أي أنه كأنه أخذ نصيب غيره أو أخذ حقه غيره فبنيت اللفظة على لفظة أنه أقصط بمعنى يعني قصط بمعنى ظلم وجارة وأقصط بمعنى أنصفة كيف أقصط أنصفة وقصط ظلمة كأنه هذا المعنى هذا الذي ذكره الزجاج في أصل اللفظة نعم قال ومنا القاصطون ومنا الجائرون والمائلون عن أمر الله وعن حكم الله سبحانه وتعالى وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله يجعل يعني هناك منابر من نور يقف عندها المقصطون يقفون على منابر من نور إذن المقصط المقصط هو الذي يعني يبحث عن الحق والذي يعني يكون له في العدل وفي الحق وفي الابتعاد عن الظلم نصيب كبير أما القاصط فهو الظالم قال ومنا القاصطون فمن أسلم الذي أسلم وانقاد لأمر الله وانقاد لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما سمع من ذلك الوحي فأولئك تحروا رشدا التحري التحري كما قال أبو عبيدة هو أصله من البحث عن الحرى قال وهو تتبع الحق أو البحث عن الشيء الصحيح الصائب الصواب ولذلك نقول يعني حري بك أن تفعل كذا أي الأفضل لك والأصلح لك أن تفعل كذا قال تحروا رشدا أي أنهم بحثوا عن الخير وقصدوا الخير وتتبعوا الخير والرشدوا قد تكلمنا على الرشد والرشد 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 وتكلمنا عن هذه اللفظة فلا حاجة لإعادة لكن تحروا رشدا على معنى الخير الكثير ومعنى هذا أنهم قد أخذوا بحظ عظيم في اتباعهم لملة الإسلام نعم ذهب أبو حنيفة قال أن الجن ليس لهم ثواب في الآخرة وهذا ما خالفه عليه الإمام مالك والشافعي وغيرهم من أبي ليلى وغيرهم من العلماء خالفوا الإمام أبو حنيفة في قضية أنه الجن ليس لهم ثواب بل أن الله سبحانه وتعالى بيّن على أنه من يعمل الصالحات ومن قام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فله الجنة جزاء الجنة لذلك لم يفرق القرآن الكريم بين الإنس والجن وما استدل عليه من آية الأحقاف أن الله سبحانه وتعالى قال ينجيكم من عذاب أليم أنه قال فقط الثواب للجن هو النجاة من عذاب الأليم هذا حقيقة يعني مخالف لما هو الظاهر من القرآن الكريم لأنه في الآية التي بعدها الله سبحانه وتعالى قال وَلْيُكُلِّمْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا أي لكل واحد مما عمل درجات الله ما يضيع أجرى من أحسن عمله سواء من الجن أو من الإنس ولذلك يعني كما قلنا سورة الرحمن شاهدة على أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب للإنس والجن كل على جزاء عمله وحتى السورة هذه واضحة في أنه الله سبحانه وتعالى يعني قال وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق سنفصل فيها إذا كانت هي للجن أم لكفار قريش لكن على من حملها على الجن قالوا أنهم الأقوال الموجودة في الماء الغدق قال هي الجنان والجنات الكثيرة والمياه الكثيرة في الجنة فهذا يدل على على أن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم الجنة على إيمانهم وسورة الرحمن يعني واضحة في الخطاب الذي عمى الإنس والجن في السورة كلها نعم قال فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون القاصطون كما قلنا هم الظالمون الذين ابتعدوا عن أمر الله والذين يعني ظلموا أنفسهم بأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى واتبعوا غير طريق الحق قال فكانوا لجهنم حطبا أي أنه دائما الحطب هو أمر لا يعتد به وكما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كأنه أمر لا يعتد به فالذي يكفر بالرحمن شيء يكون مهمل كالحطب الذي يرمى في النار فلا قيمة له سوى أنه إحراق سيكون فيه دفء للمقابل كذلك هؤلاء القاصطون الظالمون لن يكون لهم قيمة ولم يكون لهم هناك وزن في حساب الله سبحانه وتعالى إنما يكون لجهنم حطبا ربما يعني يسأل سائل فيقول الجن خلقوا من نار فكيف يعذبون في النار وكيف يخوفهم الله سبحانه وتعالى بالنار أنه يخوفهم أنه كانوا لجهنم حطبا أولا يعني هناك أجوبة كثيرة لكن أنا لن أستفيد في الإجابة الكثيرة لأسباب كثيرة أيضا لكن سأختصر الجواب فأقول في مسألة بسيطة الحسن كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال أن الجن لما خلقهم الله كان أصلى خلقتهم من نار وهم الآن ليسوا نار بل هم لحما لحم ودم أنا سأتوقف عن كلام الحسن رضي الله تعالى عنه وهو يعني الحسن البصري والقول نقله الإمام الرازي دون تعليق لأنه لنا كلام آخر فيما بعد وهناك من قال على أن الجن نعم هم في أصل الخلق من نار لكن الآن هم ليسوا نارا بدليل أنه كما ذكرنا في أحاديث سابقة ومواقف أخرى قلنا أن النبي وجد برد لعاب ذلك الشيطان الذي أمسك به في المسجد وجد برد لعابه وأن الشيطان يتبول وأن الشيطان كذا وكذا فذكر أحداثا وأشياء تدل على أنه ليست على أصل خلقته التي كان عليها وكذلك الإنسان أصله من طين ولكنه الآن ليس طينا نعم أصل الخلق من طين ولكنه الآن ليس طينا كذلك الجن أصلهم من نار وهم الآن ليسوا نارا إنما خلقا آخر خلقهم الله سبحانه وتعالى قالوا أما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة واختلف أهل العلم في قضية أنه إبليس وأتباع إبليس من غير الجن يعني الذين هم من أتباع إبليس هل يكون لهم العمر المديد مع إبليس أم أنهم يموتون حالهم كحال الجن؟ ذهب كثير من أهل العلم على أنه الأبالسة أو من هم من أتباع إبليس كما يسمونهم أبالسة وإن كان إبليس هو اسم علم لمفرد معلوم مثل ما نقول أنه آدم لسيدنا آدم معلوم كذلك إبليس هو اسم علم لذلك أبو الجن على الخلاف بين أنه هل الشياطين والجن من الجان كما قالوا الجان خلقناه من قبل من نار السموم أم هم من إبليس ولكن الراجح عند العلماء والذي عليه الأكثر على أنه إبليس هو أبو الجن والشياطين ولكن من اتبع إبليس قالوا أن حاله كحال إبليس لا يجري عليه الموت إنما أخرهم الله إلى الوقت المعلوم الذي قدره الله في علمه أما بقيث الجن فيجري عليهم الموت ويجري عليهم ما يجري على الإنس من أحداث تقع عليهم نعم قالوا أما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة والحطب هو ما يوضع في التنور وما يوضع في الدنيا كما نعرف أن الحطب يوضع في التنور لاتقاده فكأنهم كما قال تعالى عن إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون وقال جهنم قال وقودها الناس والحجارة قالوا أنه الحطب هنا على معنى أنه من كفر بالله ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له سيكون لجهنم حطبة زيادة في اتقاد النار حطبا للنار لشيء المهمل كما ذكرنا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن حال الجن قال وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق هنا مرات تدخل يعني اللام تدخل السين تدخل أن مرات في ثنايا الكلام كما ذكر أهل البلاغة إنما لإرادة معنى عظيم دقيق يعني لا يقول أحد أن هذه حروف زيادة أنه ما قال ولو استقاموا هذه أن يعني ما الحالة أنه ما الفكرة أو ما الحكمة أن مجيء أن مثلا كما قال تعالى علم أن يكون هناك منكم مثلا وكذلك أحرف كثيرة جاءت في القرآن الكريم لا نقول أن هناك زيادة لأنه ليس هناك في القرآن حرف زيادة ولا حرف نقص يعني كما قال الرازي قال من أثبت الزيادة في القرآن أثبت النقص فيه والقرآن منزع عن الزيادة والنقص إنما كل حرف جاء لمعنى ولذلك البعث قالوا قال أهل اللغة قالوا هنا على تقدير قسم أي كأنه يمين الله أنهم لو استقاموا على الطريقة لأسقينا أمها غدق أي كأنه هنا على إضمار يمين قسم أنه لو استقاموا على ما أمرناهم به لأسقيناهم ما غدق كأنه هناك على إضمار قسم فهذه الإشارة اللطيفة جاءت على هذا المعنى ومن يعني كسر جعل الكلام يعني جعل الكلام على تقدير آخر وقال أنه هنا الفتحة في أن إنما جاءت على معنى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأيضا مما أوحي إلي أنه لو استقاموا على الطريقة أنهم لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدق كأنه هذا المعنى هو الموجود في قضية يعني القراءة وهنا الاستقامة هو الالتزام بالطريق الصواب لأستقاموا على الطريقة والطريقة نحن ذكرنا على في لفظ الطراء قد قلنا الطريقة هي الطريق الواسع وإنما جاءت التاء لبيان معنى السعة والزيادة وقد ذكرنا هذا فلا حاجة إلى التفصيل وقدنا هي من منظومة الطريق والصراط والسبيل والشرعة والمنهاج والفج والنقب والثقب كل هذه الفاظ جاءت على معنى الطريق في القرآن الكريم لكن هنا المراد الطريقة طريقة الإسلام كما ذكر أهل العلم ذلك من السلف قالوا لو استقاموا على الطريقة قال ابن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم منهم من قال أن الطريقة هنا الإسلام منهم من قال الطريقة طريق الحق منهم من قال أنه الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم من قال الإمام بالقرآن وهذا كله من اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد لأن كلها ترجع إلى معنى واحد ترجع إلى قضية الإيمان لو استقاموا على الطريقة والمستقيم على الطريق أي أنه لن يعني يميل في طريقه إلى يمنة أو يسرع إنما سيكون مستقيما والاستقامة هي لا شك أنه إشارة إلى الانتظام والإشارة إلى العدل وإشارة إلى ما يكون عليه العبد من طريق واضح وصراط واضح يسير عليه قال على الطريقة لأسقيناهم أسقيناهم غير كلمة وسقوا ماء حميمة مثلا يعني لاحظوا القرآن يفرق بين آتينا وأوتوا يعني كما يقول إمام الراغب يقول كل موطن ذكر القرآن فيه آتينا غير المعنى الذي يعني يذكره القرآن عن معنى أوتوا وأسقينا أسقيناكموه غير مثلا وسقوا ماء حميمة سقى غير أسقى لها دلالات دقيقة في هذا المعنى أي في هذه المعاني لذلك قال كل موطن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه معنى آتينا كان الذي يعني أعطاهم الله عن رضا هو راض عنهم وأعطاهم أما إذا أعطاهم وهو غير راض عنهم يعبر عنها بأوتوا كما قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أعطاهم الله الكتاب لكن مع ذلك ما عملوا بمضمون هذا الكتاب الذي أعطاهم الله وهذه النعمة العظيمة التي أعطاهم الله إياها إنما عملوا على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير ما يعني كان المفروض أن يعملوا به من الإيمان قال لأسقيناهم ما أن غدق وأسقى أي أن الله سبحانه وتعالى سيوفر لهم سقيا عظيمة غير سقو التي جاءت فأسقينا هنا جاءت على معنى أي أن الله سيوفر لهم ذلك الأمر كما قال تعالى أنه يعني أسقيناهم ما أن غدق هنا على هذا المعنى أنه لو اتقوا الله سبحانه وتعالى لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أهل الكتاب آمنوا واتقوا وجاءت آيات كثيرة على التقوى يعني كما قال تعالى أيضا يعني من يتق الله يجعل له مخرجا وقال أيضا كما قال في سورة نوح أنه وقلت استغفر ربكم أنه كان غفار يمسل السماء عليكم مدرارة فكل هذه المعاني تدل على أن الاستقامة هي فتح لأبواب الرزق وفتح لأبواب الخير للعبد نعم قال أسقيناهم ما أن غدق ما أن غدق والغدق هو الماء الكثير الغدق في الأصل هو الماء الكثير هنا يعني الآية تكلم فيها العلماء فقالوا من المقصود بهذا الكلام ولو استقاموا على الطريقة من هو المقصود في هذا الكلام هل هم المقصود الجن أم الإنس فمن ذهب إلى أنه المقصود الإنس والمقصود هي كفار قريش من الإنس قالوا لأمرين الأمر الأول قال لأن الماء ما فائلة الجن بالماء والجن يعني ليس لهم علاقة بمائنا هذا لهم شرابهم الخاص وطعامهم الخاص وغير ذلك نعم قد يشتركون معنا في بعض الحالات لكن هكذا ذكر أهل التفسير قالوا الماء هو أليق بمعنى بالإنس أكثر من الجن هذا أولا قالوا ثانيا أن هذه الآية كما ذكر المقاتل أنه جاءت هذه الآية يعني في سبب نزولها فيما نزل بكفار قريش كما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة المنورة كان إذا رفع رأسه من صلاته دعا عليهم أنه يشدد الله وطأته على مضر وعلى قريش وأن يصيبهم بسني كسني يوسف وما انقطع النبي عن دعائه عليهم حتى نزل قول الله ليس لك من الأمر شيء ثم انقطع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عنهم في ذلك الوقت فلذلك قالوا أن هذه الآية هي لكفار قريش وأنه من خطاب الله لهم أنه لو استقمتم لا فككنا عنكم ذلك الضيق الذي قد حاط بكم فقد جاعوا وأكلوا العظم وأكلوا الجلود وشدد الله عليهم شدة عظيمة في ذلك الوقت وكل ذلك كان في مصلحة مصلحة قريش لأنهم أرادهم الله سبحانه وتعالى يعني أن يعودوا إلى الإيمان كما قلنا كما شدد الله سبحانه وتعالى على قوم ثرعون في الآيات العظيمة التي يعني وقعت عليهم والمراد من ذلك هو جلبهم إلى الإيمان واستدعائهم إلى الإيمان قال هذا من ذهب إلى أن الآية هي للإنس ومن ذهب أن الآية للجن أنه ما هو المراد من ذلك قال أولا الخطاب كله عن الجن والكلام أنه لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق أي أنه إنما أراد من الماء كناية عن النعيم والخصب والخير وليس المراد الماء لذاته هذا من حملها على مسألة الجن وقال أن السياق كله يعني الكلام عن الجن فلا عبرة لدخول كفار قريش في السياق لأنه الأصل أن يكون السياق متواصلا هذا هو الأصل نعم قد تأتي بعض الحالات لكن يكون هناك بعض الإشارات في السياق يتدل على أن المراد هو تغير السياق بدخول عبارة فاصلة أو قاطعة تقطع الخطاب بأكمله نعم قالوا أنه المراد هو الجن لأنه ذكر وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة ولو استقام هؤلاء القاصطون لا أعطاهم الله وأنعم عليه فيكون الكلام عن الجن ثانيا كما قلنا أن الماء ليس له عبرة عند الجن ولذلك يعني إنما أريد من الماء كما قلنا الخصب والخير ذكر الإمام القرطبي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أينما يوجد الماء يوجد المال وأينما يوجد المال توجد الفتنة ولذلك جاء بعد الآية هذا قال لنفتنهم فيه هنا اختلفوا على قضية الاستقامة على الطريقة يعني ما هو المراد الاستقامة على الطريقة هل المراد بها اتباع القرآن وأم الكفر بالقرآن فذهب حقيقة فريقين من العلماء منهم من قال على أنه لو استقاموا على طريقة الإيمان لا أسقينهم ماء غدقا كما ذكرنا من الآيات التي جاءت يعني لو أن أهل القرى آمنوا فتحنا عليهم بركات من السماء وغير ذلك ولو أن أهل الكتاب آمنوا وجاءت آيات كثيرة تدل على أنه أن عطاء الله سبحانه وتعالى إنما يكون جزاء الإيمان وهناك من قال لا أنه المراد لو استقاموا على كفرهم كلما يستقيبوا على كفرهم ويثبتوا على كفرهم الله سبحانه وتعالى سينعم عليهم أكثر بدلالة ماذا قال للآية البعدة قال لنفتنهم فيه وقد جاءت آيات كثيرة تدل على أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل كما ذكر في سورة الزخرف عن الذين يكفرون بالرحمن أن يجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون هذا كله إذا ماذا إذا ثبتوا على كفرهم وبقوا على كفرهم ومنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى قال نمد لهم العذاب مدى أن يمد لهم في النعم حتى يعني يستدرجهم في ذلك يعني وأملي لهم إن كيدي متين وآيات كثيرة تأتي على معنى إملاء الكافر أن الكافر كلما يكفر يزداد عطاء الله له زيادة في المحنة عليه وزيادة في الفتنة عليه وهناك من قال لا أنما يحمل الكلام على الإيمان والتقوى أولى لأن لفظة الاستقامة لا يليق بها الثبات على الكفر يعني لو جاءت من غير لفظة الاستقامة لكان المعنى ربما يحمل على يعني على الكفر أولى مثلا لو أردنا لأخذ الآية التي بعدها في قوله لنفسنا فيه لكن لما جاءت أنه لو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة هنا الاستقامة رشحت معنى التقوى ورشحت معنى الثبات على الحق وهذا أولى وفي الآية بقية إن شاء الله يعني نرجع الكلام عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى هذا المقدار نكتفي إن شاء الله على أمل اللقاء فيكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركاته